بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اهلا بكم طلاب الصف الثالث السنة ومحل تطبيقات شاملة على القواعد النحوية مجموعة 13 من كتابنا كتاب العدوى صفحة 342 واحد لم اره قط رؤية العين في هذه الجملة كلمة قط اعرابها طبعا قط من الظروف المبنية ونقول عليها ظرف مبنى على الضم في محل نصب اتخذنا رقم باء اثنائية اثنين قال الشاعر ابكان الظهر ويا ربما اضحكن الظهر بما يرضى اه طبعا بما يرضى اي بالذي يرضى اه ميز اه المحل الاعراب لجملة اه يرضى طبعا يرضى فعل مضارع مرفوع علامة رفض ضم المقدرة والفاعل ضمير مستطر تقديره هو والجملة الفعلية من الفعل والفاعل لمحل لها من الاعراب صلة الموصول شبا صلة الموصول وصلة الموصول لمحل لها من الاعراب يبا اثنين خد نجيم ثلاثة قال البارودي فزعت الى الدموع فلم تجبني وفقد الدمع عند الحزن دا يا رب ما تحت وخط على الترتيب طبعا تجيبني طبعا هي كان اصلها تجيب وانا طبعا فعل مضارع مجزوم علامة جزم السكون وحزف حرف العلة لعدم التقاء الساكنين ما عنديش غير حالة واحدة بس الجزء الجزم بالسكون اللي هي رقم دا وطبعا فقده مبتدى يبا احنا ثلاثة خدنا رقم دا اربعة ان المؤدين حق الله في اموالهم شاكرون فضله اعراب ما تحته خط طبعا شاكرون يبا يشكرون فضله يبا فضله مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة طبعا مفعول به الاسم الفاعل يبا احنا خدنا رقم دي اربعة خدنا رقم دي خمسة قال الشاعر وغالني الضهر بوفر الغنى فليس ليه مال سوى عرضي يبا اه سوى اه اسم اه طبعا هنا اه اسم منصوب على الاستثناء يبا اسم منصوب على الاستثناء يبا احنا خدنا خمسة خدنا رقم دي خم ستة قال الشاعر نزلت مقدمة المصيف حميدة ويد الشتاء جديدة لا تنكروا طبعا كلمة المصيف الوردة في الشطر الأول من البيت طبعا المصيف اسم زمان منفعش لمفعول ولا مكان ولا مصدر خماسي يبا ستة خدنا رقم ألف 243 من كتابنا كتاب الأضواء الوطنية إذا جعلنا هذه الكلمة في جملة مصدر صناعي تكون طبعا خلي بالك المصدر الصناعي لا يوصف لا يوصف به وبالتالي أنا نجيبه أي عراب غير أنه يكون أنه يكون نعت يبا هنا ما ينفعش المشاهد الوطنية ده كده اسم اسم منسوب إن أعمالنا الوطنية كده طبعا نعت منسوب يبا اسم منسوب لابد من تعميه كل النزاعات الوطنية ده كده اسم منسوب يبا طبعا الوطنية حنعرفها مبتدأ يبا احنا كده على طول مصدر صناعي يبا سبع خدنا رقم آلم قال الشاعر حسن الحضارة مجلوب بططرية وفي البداوة حسن غير مجلوب كلمة ططرية الواردة في الشطر الأول من البيت طبعا هنقول عنها ططرية مصدر قياسي على وزن على وزن تفعيلة فهي طر تطرية يبا مصدر قياسي يبا احنا تماني خدنا رقم با تسعة قال الشاعر نفسات المزمار تذكي اوارا رابني طول برده وسكونه ميز مما يالي المحل العربي لجملتي تذكي ورابني على الترتيب طبعا نفسات المزمار تذكي تذكي هنا طبعا في محل رفع خبر احنا بعدنا با وبعدنا دان هتفضل عندي الف وجيم وطبعا رابني برضو اوارا رابني صفة اوارا رابني يبا هنا طبعا وصف لأوارا يبا هناخد رقم جيم في محل رفع وفي محل نظر عشر طفق الزارعون يحصدون ما زرعوه نوع ما في الجملة السابقة طبعا ما زرعوه ما هنا موصولة ما ينفعش لنا فيه ولا استفامية يبا ما اسم موصول عشر متى تقم بعملك فسوف يعلو قدرك اذا حزفنا سوفا من جواب الشرط تكون الجملة طبعا تقم حطيني زي ماهي يبا متى تقم ما ينفعش تقوم بعد كده هنهزف سوفا يبا نهزف معها الفاء وبالتالي الفاء المضارد ده مع التالي الاخر يحزف حرف العل يبا انا هنقول متى تقم يعلو ما ينفعش يعلو هنا ما حزفش حرف العل هنا فيعلو ما ينفعش نقول فيعلو هنا متى تقم بعملك يعلو يبا احداشر خدنا رقم تقم ويعلو طبعا تقم فائل مضارع مجزوم علامة جزم السكون وحزف حرف العل لعدم التقال الساكنين وهو فائل الشرط يعلو فائل مضارع مجزوم علامة جزم حزف حرف العل وهو جواب الشرط قال الشاعر اذا والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب ما تحت وخط في محل بحرب صفة ايه تشيب الطفل من قبل المشيب طبعا تشيب فائل مضارع مرفوع علامة رفع الضم والفاعل ضمير مستطر تقدره هي والجملة الفعلية من الفاعل والفاعل في محل جر لكلمة حرب يبا احنا بناخد رقم دال بدأت البلاد في العمل من اجل التنمية طبعا طالما جبت فعلي من افعال الشروع وجبت بعده اسم والخبر بتاعه او جاي بعد الاسم ده جره مجرور خلاص يبا ده فعلي تام يبا في الحالة ديت هنعرف كلمة البلاد فاعل يبا انا هنستبعد اهلي فعمل هالي اسم بدأت وبا اعمل هالي كل تاهمة اسم بدأت يبا هتفضل عندي جيم وبعدين اسم وبعدين جملة فعلية بعده يبا كده فعلي ناقص يبا البلاد هتكون اسم بدأت منصو اسم بدأت مرفوع وعلامة رفع الضمة وتعمل من اجل التنمية جملة فعلية في محل نصب خبر بدأت يبا 13 خدنا دال 14 يقول كمال الدين الادفوي حنه الى ارض الصعيدي واهلها ويزداد شوق حين تبدو قبابها تبدو قبابها من التي تبدو قبابها فاعل مرفوع علامة رفع الضمة طبعا فاعل للفعل تبدو يبا 14 خدنا رقم دال فاعل للفعل تبدو 14 قال الشاعر ونهار ليس فيه غبطة وليال ليس فيهن سمر أي ليس فيهن سمر حدد الموقع العربي الصحيح لكلمة سمر من بين البدائل طبعا ليس سمر فيهن يبا اسم ليس مرفوع وعلامة رفع الضمة يبا احنا بناخد رقم جيم خدنا جيم 16 حدد الجملة التي تجتمل على نائب عن المفعول المطلق كونوا معا يدا واحدة طبعا يدا معا دحال معا خبر كونوا خبر كونوا منصوب وعلامة نصب الفتحة ويدا خبر تاني واحدة نعت منصوب انطلق مسرعا نحو المرة ما مسرعا حال منصوب علامة نصب الفتحة تسعد دولة سعيا مفعول مطلق حسيسا نعت منصوب نعت منصوب يبا كده ده مفعول مطلق وليس نائب حذرتك من تضيع الوقت كثيرا يبا تضيعا كثيرا هنا طبعا كثيرا وحسيسا وبطيئا اذا وجدت ليس قبلها المصدر من الفعل فهي نائب عن المفعول المطلق صفة المصدر المحذوف وكأن الكلام حذرتك من تضيع الوقت تضيعا كثيرا يبا ده كده الجملة انت تشمل على نائب عن المفعول المطلق يبا 16 خدنا رقم G 17 قال الشاعر المجد للبطل المصون لواؤه عن ان يعلي من الدماء من هلا طبعا لواؤه طبعا طالما جبت اسم مفعول اللي هي المصون يبا لواؤه على طول لواء نائب فاعل مرفوع على مترفع الضمة والهاء ضمير ملتاصل نبني في محل جر مضاف ليه يبا 17 خد نجيب 18 استشهيدة المجاهد في ارض المعركة الضبط الصحيح للفعل طبعا نقول استشهيدة ده فعل مبني للمجهول يبا استشهيدة استشهيدة يبا احنا اخذنا رقم جيم استشهيدة 18 يا معلمين اهتموا بالتلاميذ والجملة الثانية يا معلمون اهتموا بالتلاميذ اعرف المنادف الجملتين مع ذكر السبب معلمين في الجملة الاولى معلمين منادى طالما لجيت فيها ونون نكرة نكرة غير مقصودة منصوب وعلامة نصبه الياء لانه جمع مذكر سالم طبعا ده منصوب ومثبت فيه الياء والنون معلمون بوونون او بالفنون يبا منادى نكرة غير مقصودة مبنى على مبنى على الواو في محل نصبة ده مبني ده معرفة اتمنى ان شاء الله تكون استفدت معي لو عجبك الفيديو اعجاب وشارك الفيديو مع زملائك وانتظرنا في القادم ان شاء الله